احتفل العروبة بتتويجه بطلاً لدور الدرجة الأولى بتعادله أمام ضيفه العربي بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأول بالجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة وجرت مرسم تتويج العروبة الذي حسم تتويجه بدرع الدور مبكراً وحصد بضاقة التأهل الأولى لدور المحترفين في الموسم المقبل وسط احتفالات حاشدة لجماهيره وبحضور فهد اسماعيل الحسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات ويحيى خلق المطروشي عضو مجلس الإدارة عضو لجنة المسابقات وفي المقابل لم تمنع خسارة دبل حصن الوصيف أمام ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف احتفال الفريق بالميداليات الفضية وبطاقة التأهل الثانية منذ الجولة الماضية